السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني. ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازي تشغل بيانات الهاتف او الانترنت الخاص بالهاتف اثناء المكالمات. يعني لو جيت لك مكالمة وانت بتستخدم الانترنت الخاص بالهاتف. الانترنت تيفضل شغال معك بدون اي مشكلة. وطبعا الاطرقة دي هتبقى خاصة بهواتف اوبو. تمام? اللي هي الاصدارات الجديدة من هواتف اوبو اللي هي اصدار اندرويد اتناشر. لكن قبل ما اقول لك على الطيرقة اللي من خلالها هتشغل خاصية استخدام الانترنت اثناء المكالمات فواتف اوبو. لو انت اول مرة بتتبعني ما تنساش تضغط على كلمة الاشتراك الموجودة اسفل الفيديو. وتفعل الجرس على الكل علشان اول ما اعمل اي فيديو جديد وصل لكم اشعار به. طيب دلوقتي بقى هقول لكم على الطيرقة اللي من خلالها هتشغل خاصية او خدمة تشغيل بيانات الهاتف او انترنت الخاصة بالهاتف فواتف اوبو اثناء المكالمات. تمام? طيب كون ايه هتعمله? اول حاجة هترغط على الاعدادات بالشكل ده. وبعد ما هترغط على الاعدادات هترغط على شبكة الهاتف تمام? هبدأ اضغط على شبكة الهاتف بالشكل ده. وبعد ما هترغط على شبكة الهاتف هتنزل كده للاسفل عند الاختبار اللي هو الاعدادات المتقدمة. وهتبدأ تضغط عليه بالشكل ده. بعد كده لو هلاحز ان هو انهوت بيقول لي استخدام البيانات الخلوية في اثناء المكالمات. وكاتب لأسفلها عندما تكون في مكالمة مستخدما بطاقة السي ام السنوية للبيانات استخدمها كذلك للوصول الى شبكة الهاتف. طيب كون انت هتعمله علشان تشغل خدمة استخدام البيانات الخلوية في اثناء المكالمات هتبدأ تشغل الاقتبار اللي هو موجود اسفلها بالشكل ده كده. تمام? في الحالة ديت اي حد هيرين عليك وده بتستخدم الانترنت الخاص بالهاتف او اللي هو الخاص بالشراحة في هواتف اوبو الانترنت هيفضل شغال معاك مش هيفصل. وده ات ميزة مهمة جدا علشان لو انت اثناء المكالمة حابب اللي انت تستخدم الانترنت يبقى يفضل الانترنت شغال معاك. لان لو لغينا الخاصية ديت وانت بتتكلم اي مكالمة وجدت شغل بيانات الهاتف الانترنت مش هشتغل معاك. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو واز عجبك الفيديو اضغط لايك. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.